الهدية للنهاردة اللي كل واحد دايما يقول لك أنا خايف من حاجة معينة أو أنا عندي كرب معينة أو أنا عندي حاجة معينة هذه وصية وهذه هادية مجربة خذوها بيقين وجربوها ستجدون فيها الخير الكثير نم طاهرا على فراش طاهر وثياب طاهرة ركز هتنام طاهر يعني متوضي وفراشك طاهر وثيابك طاهر وبعدين اقرأ صورة الشمس والشمس وضحاها سبع مرات لآخرها واقرأ صورة الليل إذا يغشى والليل إذا يغشى سبع مرات لآخرها وبعدين قل اللهم اجعل لي فرجا ومخرجا من أمري اعمل الكلام ده سبعة أيام وربعض إن فعلت هذا فسيأتيك إما في الليلة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة أو السابعة حاتف من قبل ربك سبحانه وتعالى في المنام سيقول لك اعلم أن مخرجك عند فلان أو أن تفريج همك عند فلان هذا أمر من جملة مجربات الصالحين التي نقلوها إلينا أخذناها بيقين فوجدناها كما قالوا والعهدة عليهم ثم علينا لأننا جربنا أسأل الله العلي القدير في هذه الليالي المباركة وفي هذه اللحظة المباركة ونرفع أقفة الدراعة إلي اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك جئناك طالبين الرضا فارضعنا جئناك طالبين المغفرة فاغفر لنا جئناك طالبين أن تعتق رقابنا من النيران فلب اللهم طلباتنا وأعتق رقابنا من النيران اللهم إنا لا نسيء الأدب معك ولا نشترط في الدعاء عليك ولكننا نتذلل بين يديك ولكننا نتذلل بين يديك بأمل فيك ورجاء عظيم فيك اللهم لا تخيب أملنا ولا تخيب رجاءنا يا أكرم الأكرمين يا ملاذ الخائفين ويا جار المستجيرين يا من قلت وقولك الصدق ادعوني أستجب لكم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا صب الخير على بلادنا صبا صبا لا تجعل يا ربنا عيشنا كدا كدا اجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا لا تشمد بنا عدونا ولا تجعلنا مع القوم الظالمين واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين واجعلنا من أهل الهدى واليقين واملأ قلوبنا بمحبتك يا أكرم الأكرمين اللهم رب الركن والمقام رب المشعر الحرام أقرئ رسول الله من كل مسلم السلام وصلي وسلم وبارك على خير الأنبياء والمرسلين وآليهم والحمد لله رب العالمين غدا بمشيئة الله يتجدد اللقاء إن قدر الله اللقاء والبقاء في رحاب آي القرآن مع آية جديدة نعيش بها ونتعايش معها وربك دوما يقول إني قريب أترككم في معية الله وأمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته